سارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المصطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب و أخواتي الطالبات ما يخفي عليكم فائدة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية و للمساعدة للتفكير و الاستيعان نبدأ التمرين الأول ترين أمام الصدر تمرين تدي و التمرين ترين�� الأول فتح القدمين لف الجزع لليمين أربعة عددات والليسار أربعة عددات تمرين مع بعض تمرين ابتدي 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 من الوقوف تمرين أمام جم أمام تحت نبدأ التمرين مع بعض واحد ني ثلاث أربع أمام جم أمام تحت واحد ني ثلاث أربع واحد ني ثلاث أربع من الوقوف تبدأ الم الوقوف تم تنتقاء القطوة لليمين ثم العودة لمنتصب ثم خطوة ساعرا ألعود إلى المنتصف التبرين باستمرار التبرين يبتد 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 من الوقوف بدح القدمين انتساع الحوض وضع الضراع اليمنى الوسط وضع الضراع اليسرى فوق الرأس رافع الضغط 4 عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط 4 عدات جهة اليسار تمرين ابتد 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته 1-3-4 مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم معنا في مادة لغتي أحبابي الطلاب والطالبات أخذنا وإياكم في الدروس السابقة وحدة جديدة هي الوحدة الثامنة وهي بعنوان أحسنتم مناسبات أخذنا وإياكم في هذه الوحدة النشيد الذي هو بعنوان أحب العيد مناسبة عظيمة العيد مناسبة عامة وكذلك أخذنا وإياكم نص الاستماع بعنوان فرحة العيد وكذلك أخذنا الدرس الأول وهو بعنوان نورة وشهر رمضان وأيضا شهر رمضان من المناسبات الجميلة التي نعيشها وإياكم في كل عام ثم أخذنا وإياكم الدرس الثاني من هذه الوحدة وعشنا وإياكم فيها مناسبة جميلة خاصة بأسرة فواز وأسرة نورة هذه المناسبة في هذا الدرس تعرفنا على مناسبة جميلة مناسبة سعيدة حلت على أسرة فواز ونورة نتعرف سريعا على هذه الأسرة أسرة فواز وأسرة نورة هذا الأب أحسنتم الأب سعد والأم أيضا وكذلك نورة وأيضا صديقنا فواز وكذلك لا ننسى الأبن الأصغر لهم وهو ياسر في هذا الدرس هناك مناسبة سعيدة لهذه الأسرة وحل عليهم ضيف جديد وهو عنوان درسنا الثاني قرأناه وإياكم بالأمس قرأناه وإياكم هذا الدرس كلمة كلمة جملة جملة اليوم في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ وإياكم التدريبات الخاصة بهذا الدرس بعد أن قرأنا وفهمنا هذا الدرس نحل وإياكم سويا بعضا من التدريبات أو نحل وإياكم تدريبات هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى إذن عنوان درسنا هو أحسنتم ضيف جديد من هو هذا الضيف؟ أحسنتم المولود الجديد إذن فهمنا وإياكم هذا النص الآن قبل أن ندخل وإياكم ونأخذ وإياكم هذه التدريبات الخاصة بالدرس ما رأيكم أن نقرأ قراءة سريعة نقرأ وإياكم النص الخاص بهذا الدرس وهو ضيف جديد سأبقى وإياكم في هذه المناسبة السعيدة مناسبة نورة وأسرتها بقدوم هذا الضيف سأكون معكم في هذا الدرس أنا معلم المادة سالم الهزاع وكذلك برفقة زميلتنا المعلمة شريف الشريف في لغة الإشارة هيا نقرأ درسنا الدرس الثاني ضيف جديد نقرأ كما ذكرت لكم في السابق عند القراءة لابد أن أنظر إلى الكلمات وأنظر إلى الجمل التي أريد أن أقرأها فمثلا وأيضا أشير إليها فمثلا أريد أن أقرأ الجمل الأولى بداية النص أقول هكذا أنظر إليها دخلت المعلمة الفصلة ثم أكمل فرأت التلميذات يتحلقنا حول نورة هيا قرأوا هذه العبارة دخلت المعلمة الفصلة هيا قرأوا شاهدوا هذه العبارة أمامكم على الشاشة أو من الكتاب معكم في صفحة هذا الدرس الصفحة 190 أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل سألت المعلمة ما الأمر اقرأوا اقرأوا نقرأ ونفهم بعد قليل سنسألكم في هذا النص أحسنتم مبارك الله فيكم الآن ننتقل إلى الصفحة الأخرى من هذا الدرس ونقرأ بداية هذه الصفحة أجابت نورة زميلاتي يباركن لي يا أستاذة فقد أنجبت أمي مولودا هيا قرأوا أكملوا أحسنتم ركزوا على الحركات ركزوا على بعض المهارات لدينا هنا بعض المهارات التنوين بالفتح أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل المعلمة مبارك يا نورة سأزور أمك وأبارك لها إن شاء الله هيا قرأوا أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل استمعوا وفي نهاية الأسبوع نركز زارة المعلمة أسرة نورة وباركت لها المولود الجديد وقدمت وقدمت له هدية وقدمت له هدية هيا قرأوا وفي نهاية أقرأوا وفي نهاية الأسبوع أكمل أحسنتم ومبارك الله فيكم شاهدنا في هذا الدرس التاء المربوطة بشكليها كما في كلمة نورة بهذا الشكل وكما في كلمة المعلمة بهذا الشكل نشاهد التاء المربوطة وتشاهدونها في كلمة نورة وفي كلمة المعلمة وذكرنا لكم بالأمس أننا نستطيع أن ننطق هذا الحرف التاء المربوطة ننطقها تاء وننطقها هاء في حال الوقف ننطقها هاء في حال الوقف أحباب الطلاب والطالبات ننتقل وإياكم الآن إلى التدريبات الخاصة بهذا الدرس ركزوا معنا التدريب الأول يقول أجيب إذن هناك بعض بعضا من الأسئلة كما نشاهد نشاهدون في الكتاب وكذلك في شاشة أمامكم بعضا من الأسئلة الخاصة بدرسنا ضيف جديد السؤال الأول نقرأه سويا هيا قرأوا حاولوا القراءة أحسنتم ماذا رأت المعلمة عندما دخلت الفصل تذكروا معي مرة أخرى استمعوا للسؤال ماذا رأت المعلمة عندما دخلت الفصل استحضروا الإجابة الآن أساعدكم قليلا بهذه الصورة أحسنتم وبرك الله فيكم إذن المعلمة رأت هنا رأت المعلمة كما ذكرتم التلميذات يتحلقن حول نوره يتحلقن حول نوره عرفنا وإياكم بالأمس معنى كلمة يتحلقن يتحلقن حول نوره أي اجتمعوا حول نوره اجتمعوا حول نوره كما نقول الأسرة حول الطائمة حول مائدة الطعام تجتمع الأسرة حول مائدة الطعام عندما تتحلق الأسرة حول مائدة الطعام هنا التلميذات يتحلقن حول نوره أحسنتم مبارك الله فيكم ننتقل وإياكم إلى التدريب الثاني اقرأوا أحسنتم بماذا أجابتها نوره بماذا أجابتها نوره عندما دخلت المعلمة وسألت سؤالا ما هو السؤال أحسنتم ما الأمر ما الأمر أجابتها نوره وقالت تذكروا معي ماذا قالت نوره أحسنتم مبارك الله فيكم إذن قالت نوره أجابت نوره زميلاتي يباركن لي يا أستاذة فقد أنجبت أمي مولودا أقرأوا أقرأوا الإجابة كلام نورة أجابت نورة أحسنتم مبارك الله فيكم الآن ننتقل إلى السؤال الثالث هيا أقرأوا متى أكمل متى أحسنتم أقرأ السؤال متى ذهبت المعلمة لزيارة زيارة الأسرة متى متى في أي وقت متى تذكروا معي أحسنتم مبارك الله فيكم مشاهد الصورة هنا المعلمة عندما زارت الأسرة وزارت المعلمة الأسرة زارت أقرأوا زارت المعلمة أسرة نورة أحسنتم مبارك الله فيكم في نهاية الأسبوع في نهاية الأسبوع أحسنتم مبارك الله فيكم قراءة مميزة وفهم أيضا جيد لهذا النص الآن ننتقل إلى السؤال الرابع هيا أقرأوا ماذا أحسنتم ماذا قدمت المعلمة للمولود ماذا قدمت أحسنتم مبارك الله فيكم كما نشاهد في هذه الصورة المعلمة قدمت هدية أحسنتم إذن قدمت له هدية قدمت له هدية أي قدمت للمولود هدية الآن أحبابي الطلاب والطالبات ننتقل إلى التدريب الثاني من تدريبات هذا الدرس أفكروا أفكروا شاهدوا معي هذه الصورة شاهدناها شاهدناها في الدرس عندما أخبرت نورة المعلمة بالخبر أحسنتم مبارك الله فيكم هنا أيضا سؤال اقرأوا لماذا أكمل لماذا كانت نورة فرحة لماذا كانت نورة فرحة لماذا أحسنتم كانت فرحة بقدوم المولود الجديد بقدوم أخ لها أحسنتم مبارك الله فيكم إذن هنا مناسبة سعيدة وهي بقدوم المولود الجديد على هذه الأسرة أقرأوا أيضا هنا في هذا التدريب أتخيل أن أمي أنجبت مولودا جديدا وأصف شعوري تلك اللحظة مرة أخرى أتخيل كل واحد مننا يتخيل الآن أتخيل أن أمي أنجبت مولودا جديدا الآن وأصف شعوري تلك اللحظة الشعور شعور الإنسان شعور الواحد مننا الفرح والسرور وأحيانا يحزن إذا فقد بعضا من مثلا الدرجات في المدرسة يحزن هذا هو الشعور وكذلك تذكروا معي عندما حزن صالح عندما مرض صديقهم محمد كان حزينا هذا هو الشعور الآن كل واحد منا يصف شعوره ويتخيل أن لديهم الآن وأن أمه الآن أنجبت مولودا جديدا أحسنتم الفرح والسرور كما هو حال هذه الأسرة كما هو حال وكما هو شعور نورة في هذا الدرس أحسنتم وبرك الله فيكم الآن أحباب الطلاب والطالبات ننتقل وإياكم إلى التدريب الثالث الذي يقول أنمي أنمي لغتي أصل الكلمة بالصورة المناسبة أصل الكلمة بالصورة المناسبة إذن لدينا كلمة ويقابلها مجموعة من الصور ثم نختار الصورة المناسبة لهذه الكلمة هنا كلمة أقرأوا أحسنتم يتحلقنا وأنا متأكد من أن الجميع قد عرف عرف معنا هذه الكلمة يتحلقنا نشاهد هذه الصور شاهدوا معي هذه الصور الصور الأولى والثانية وكذلك الثالثة شاهدوا معي الصورة الأولى أقصد بالصورة الأولى هنا ما هذه الصورة أحسنتم تلميذة تمشي لوحدها إلى الحافلة هنا الصورة الثانية شاهدوا وكذلك شاهدوا معي هذه الصورة الأخيرة مشاهد سويا هذه الصورة الأخيرة أحسنتم هنا التلميذات وزميلات نورة يتحلقنا حول نورة إذن الإجابة الصحيحة هي الصورة الأخيرة فنصل بهذه الطريقة أحسنتم مبارك الله فيكم ننتقل إلى كلمة أخرى اقرأوا يباركنا يباركنا أحسنتم يباركنا هنا الصورة الأولى والثانية والثالثة شاهدوا الآن الصورة الأولى هنا عندما تحلق التلميذات عندما تحلقنا حول نورة في الصورة الثانية تلميذات يرسمنا وهنا أيضا يلعبنا بالكرة أحسنتم إذن الصورة المناسبة لهذه الكلمة هي الصورة الأولى يباركنا يباركنا أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم أيضا لدينا كلمة أخرى لدينا كلمة ثالثة اقرأوا هذه الكلمة أحسنتم أنجبت أنجبت نشاهد الصور نشاهد الصور نشاهد الصورة ابحثوا عن الصورة المناسبة هل هي الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة أحسنتم مبارك الله فيكم إذن الصورة المناسبة لهذه الكلمة هي الصورة الأولى هي الصورة الأولى أنجبت أنجبت مولودا الصورة الثانية شاهدوا كنست الصورة الثالثة أحسنتم حضرت الطعام الآن أحباب الطلاب والطالبات ننتقل إلى تدريب جديد والتدريب الرابع يقول ألاحظ الصور وأقرأ ألاحظ الصور وأقرأ لاحظوا معي هذه الصورة صورة المولود أحسنتم اقرأوا أحسنتم مولودا مولودا هنا تنوين ماذا؟ أحسنتم تنوين الفتح حضر مع تنوين الفتح آلف التنوين مولودا أحسنتم مبارك الله فيكم ننتقل إلى صورة أخرى شاهدوا معي هيا أقرأوا أقرأوا أحسنتم ما الأمر؟ ما الأمر؟ برأيكم ما العلامة المناسبة التي ستحضر هنا؟ هل هي النقطة الفاصلة؟ أحسنتم علامة الاستفهام هنا سؤال ما الأمر؟ أحسنتم مبارك الله فيكم الآن شاهدوا معي هذه الصورة هيا أقرأوا أحسنتم ركزوا جيدا التاء المربوطة والتاء المفتوحة أحسنتم زارة المعلمة أم نورة وباركت لها المولود الجديد أحسنتم مبارك الله فيكم قراءة مميزة الآن أحبابي الطلاب والطالبات ننتقل إلى التدريب الخامس أحول أحول ماذا؟ نفهم أولا المثال الأول هنا هذه نورة وهذا فواز نورة شاهدوا فرحة نورة نقرأ الكلمتين الجملة التي أسفل صورة نورة فرحة نورة هنا أيضا فواز فرحة بقدوم هذا المولود فنقول فرحة فواز فرحة فواز نكتب كلمة فواز نكتب كلمة فواز لكن أريد منكم أن تلاحظوا معي حتى نحل بعض نحل القادم بسهولة فنقول هنا فرحة فرحة لماذا لأننا نتكلم عن نورة عن الأنثى نورة هنا فرحة لماذا لأننا نتكلم عن فواز فرحة أحسنتم وبرك الله فيكم الآن ننتقل نفس التدريب هنا برأيكم ماذا سنقول أحسنتم وهنا مع فواز نقول شرب فواز أكمل الماء شرب فواز فواز الماء ومع نورة كما كما تشاهدون الآن ماذا سنقول أحسنتم شربت أكمل شربت نورة الماء أكتبوا كلمة شربت لتكتمل هذه الجملة الآن الآن أيضاً هذه العبارة أحسنتم 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 زارت زارت ثم 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 الذي قبله بأن الحروف لأن الحروف بعض الحروف ونلاحظ ونلاحظ هذه الكلمة هذه الحركة الجزء السفلي الجزء السفلي نزل عن السطر الأحمر نلاحظ جيداً أحسنتم وبرك الله فيكم الكلمة الأخيرة أحسنتم المولودة المولودة بهذه الطريقة سنكتب هذا التدريب مرة أخرى بهذه الطريقة سنكتب هذا التدريب أي من الأسفل إلى الأعلى ثم نكمل بقية أسطر هذا التدريب أحسنتم وبرك الله فيكم نكمل كتابة هذا التدريب بعد نهاية يومكم الدراسي اكتبوا هذا التدريب التدريب السادس من تدريبات درس ضيف جديد أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وقراءتكم المويزة وكذلك كتابتكم الجميلة في نهاية الدرس أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم احياكم الله اليوم إن شاء الله مع بعض حناخد درس الصوت حناخد درس الصوت مع بعض في حصة العلوم بنبدأ مع بعض بالكتاب المدرسي صفحة 101 وواحد وبصفحة 101 عندنا مجموعة من الكلمات عندنا كلمتين نبي نقراهم وبعدين نبدأ في تفسيراتهم أول كلمة عندي نحاول نتهجها ونقراها الصوت ممتازين أول كلمة الصوت الكلمة الثانية الاهتزاز أحسنتم كلمة الثانية الاهتزاز بنشوف الحين مع بعض كيف يظهر الصوت في الأجسام وكيف يظهر الصوت من أجسامنا كيف يطلع الصوت وكيف يحدث الاهتزاز أو ما هو الاهتزاز خلونا مع بعض في تدريبات عملية بنتدرب على مجموعة من النقاط ونشوفها خلونا نشوف مع بعض أول شي عندنا الشوكة الرنانة وش الشوكة الرنانة هذه هي حديدة الآن الحديدة هذه ساكنة ثابتة يعني لا تهتز ولا فيها شي الدليل بنقربها الحين من الخشب من الطاولة ما في شي ما في شي يهتز طيب كيف أخليها تهتز ممتازين أطرقها أضربها شوفوا بالشكل هذا الآن هي تهتز أنا لو قربتها من إذني أسمع اهتزازها طيب وكيف أثبت أنها تهتز شوفوا الآن إذا قربتهم الطاولة وشوفوا كيف شوفنا كيف قاعدة تهتز طيب وش معنى الاهتزاز يعني قاعدة تطلع وتنزل فوق وتحت نفس هذه تجلس طالعة ترتفع وتنزل فوق وتحت نجرب مرة ثانية ونشوف على الطاولة نشوفها الحين على الطاولة هذا معنى أنها تهتز شوفوا الاهتزاز هذا الاهتزاز هو سبب الأصوات الشوكة ما لها صوت إذا ما احتزت إذا لم تهتز ما لها صوت إذا متى يحدث الصوت حسنتم إذا احتزت الأجساء تعالوا نشوف معنا المصطرة البلاستيكية هذه المصطرة الآن بحطها على الطرف هل يظهر لها صوت بالشكل هذا تزين ما لها صوت طيب متى يحدث صوت لها إذا ضربناها ومتزين طيب إذا ضربناها وش يصير لها أحسنتم تهتز إذا الصوت حدث بسبب بسبب الاهتزاز خلونا الآن نضربها ونشوف إذا نطلع الصوت الآن هذا الصوت حدث بسبب الاهتزاز وش اللي قاعد وش اللي قاعد يحدث وش اللي قاعد يحدث إن هذه المصطرة تطلع فوق وتنزل تحت تطلع فوق وتنزل تحت تطلع فوق وتنزل تحت إلى الأمام وإلى الخلف هذا يسميه اهتزاز أنا قاعد حركة كده بحركة بطيئة عشان أوضح لكم موش معنى اهتزاز طيب هذا هو الاهتزاز متى ظهر الصوت متى صدر صوتها ممتزين يوم اهتزت إذن الأجسام تصدر أصوات إذا اهتزت طيب ايش معنى اهتزاز الاهتزاز يعني ذهب وإياب أو أمام وخلف أو فوق وتحت طيب نشوف مع بعض اهتزاز المطاط عندي مطاط بالشكل هذا الآن المطاط هل له صوت الآن ممتزين المطاط ما له صوت الآن وهو ساكن كده ثابت ما له صوت طيب متى يحدث الصوت متى يظهر ممتزين إذا هزينا إذا هزينا مطاط بالشكل هذا إذا هزينا المطاط بالشكل هذا طلع له صوت إذا الصوت حدث بسبب ماذا حدث بسبب الاهتزاز إذا نوشه الاهتزاز ممتزين حركة المطاط إنه يتحرك للأمام أو للخلف فوق وتحت طيب هذه بالنسبة للأيسام نفس الشيء بالباب ما يصدر صوت إلا إذا تحرك الباب طيب تعالوا نشوف مع بعض الجزء الأخير بأيسامنا إحنا بأيسامنا إحنا وين يطلع الصوت الصوت يطلع من فم نسمع آخر شيء صح تزيد لكن يظهر الصوت من هنا من الحلق طيب شو المطلوب نمسك السبابة وباليبهان خلاص نلمس هذه المنطقة لا نضغط ضغط لا لمس بس وأسكت حلا بلاحظ شيء أبحث بحاجة هنا وأنا ساكت متزين ما لاحظت شيء طيب نصدر صوت كيف الصوت سوي كذا آم 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 وش تلاحظ هنا وش تلاحظ على ايدك اصبعك السبابة واصبعك البهام ونتلامس هنا ممتازين تلاحظ في حاجة هنا تهتز هذا المكان فيه زي الحبال هي اللي يطلع الصوت أو هي مصدر الصوت واللسان يساعدنا على نطق الحروف نخرج الحروف أو نتكلم بشكل صحيح إذن الصوت مصدرة من هنا من الحلق من الحنجرة طيب هذه نسميها موجودة عندنا هنا بالحلق حاجة اسمها حبال صوتية كل هذه الأجسام متى ظهر الصوت منها أحسنتم إذا اهتزت إذا اهتزت هذه الأجسام يحدث الصوت إذن الصوت يحدث بسبب الاهتزاز وشو الاهتزاز أنه الجسم يتحرك يمين يسار أو فوق وتحت أو إلى الأمام وإلى الخلف يجلس رايح جاي طيب هذه بعض التدريبات اللي أخذناها تعالوا نشوف مع بعض بعض الصور وبعض الأشياء نشوف عندنا الباب متى أسمع صوت الباب الباب هو مسكر أسمع صوته متزين ما أسمع صوته طيب متى أسمع صوته لما أفتح الباب في هنا مفاصل تمسك الباب نسمع صوتها وهي تحتك وهي تهتز وهي تتحرك مع بعض فأنا أسمع صوت الباب إذا إيش إذا فتحناه أو إذا أغلقنا طيب نشوف عندنا الجرس متى أسمع صوت الجرس يا سلام عليكم إذا اهتز إذا هزيناه سمعنا صوت الجرس لكنه الجرس ثابت على طاولة أو في مكان معين هل أنا أسمعه تتعلمين ما أسمعه إلا إذا اهتز إذا هزينا الجرس أنا أسمع إيش الصوت أسمع الصوت طيب نشوف عندنا هذه الآلة مثل اللي عندنا وممكن إحنا نسوي المطاط فيه أشكال ونسمع منه الأصوات طيب متى يطلع صوت المطاط متى يظهر صوته يا سلام عليكم عندما يهتز المطاط إحنا نسمع الصوت إذا الأجسام إذا ما اهتزت لا تصدر أصوات متى تصدر الصوت إذا اهتزت طيب وش معنى الصوت الصوت هو شكل من أشكال الطاقة لأنه ممكن يحدث تغيير يحدث تغيير وحدثه الصوت بسبب تغير الأشياء إحنا أخذنا في درس ماضي يقولنا تعريف الطاقة هو إحداث تغيير أو أي شيء من ذلك طيب وإلى اليسار مثل الباب طيب إذا هذا معنى الإهتزاز والصوت لا يحدث إلا بسبب الإهتزاز طيب خلونا نشوف الحقيقة هذه وش تقول عندما أتكلم تهتز أو تار صوتية في حنجرتي في حنجرتي وهذه سويناها قبل شوي تهتز هنا حاجة نسميها أو تار أو حبال صوتية نشوف مع بعضه بصفحة 102 وش بستفيد أنا من الأصوات ممتازين نتواصل أنا وأفراد أسرتي أنا والناس نتكلم نسمع بعض نتفاهم أنتم الآن تسمعوني وأنا أتكلم معاكم عشان نتعلم أيضا نستفيد منها في حياتنا بعض الأصوات تنبهني من إيش من الأخطار مثل منبه السيارة ينبه الرجل هذا عندما يقطع الشارع في نبهه من الأخطار إذن الأصوات تنبهني أو تحذرني أو تعطيني تنبيه أنه فيه خطر قادم علي أيضا لو حدث عندي حريق لا أقدر الله الله لا يقول ويجعلكم فيه خير دائم إيش اللي حيحدث أنه نسمع جرس الحريق طيب جرس الحريق كيف يصدر الصوت تزين إذا اهتز إذا اهتز وضرب ببعض طيب ضربة الآلة هذه في الحديدة هذه يطلع الصوت إذن الصوت قاعد يحدث بسبب الاهتزاز و أيضا ينبهني من الأخطار اللي واقعة حولي أيضا ممكن نستخدم الأصوات فيه إيش في الجرس يعلمني أنه فيه ناس قادمة علي أو قادمة عندنا يحدث يهتز حاجة بالجرس تهتز طيب وتضرب ببعض فإحنا نسمع إيش نسمع صوت الجرس و نعرف أنه فيه أحد عند الباب أيضا الأصوات تساعدنا وتنبهنا و تيقذنا أوقات النوم لو شفنا هذه الآلة الحديد طيب تضرب في القاع هذا و في القاع هذا في الجزئين اللي هنا هذا مصدر الصوت ما يصدع صوت الساعة إلا إذا تحرك هذا و ضرب الأجسام اللي حولها طيب نشوف الصورة اللي عندنا بالكتاب يقول اقرأ الشكل ما الأصوات التي قد أسمعها هنا وش ممكن أصوات أسمعها في هالصورة يعني لو إحنا عايشين هنا عايشين هنا إش اللي ممكن أنا أسمع بهالمكان ممتازين ممكن أسمع صوت منبه السيارات أو حتى صوت محرك السيارات وهي تمشي ممتازين طيب غيرها يا سلام عليكم ممكن أسمع أصوات حركة السيارات و ممكن أسمع أحسنتم أشخاص يتكلمون طيب لو واحد قال يا سيد ممكن أسمعنا أصوات الأشجار و تتحرك بسبب الرياح أيضا كلامك صحيح ليست فقط هذه في أشياء ثانية ممكن أنتم تبدعون فيها ممكن واحد يقول أسمع المحلات وما يفتحون و يسكرون كلامه صحيح أسمع أحد يفتح الباب و يسكره ممتاز فنبدع في أيش في معرفة الأصوات اللي موجودة اللي ممكن نتوقعها لو إحنا بهالمكان طيب نشوف مع بعض الأسئلة نحل مع بعض عندنا ثلاث أسئلة و عندنا عمل نحاول نسوي ناخذ السؤال الأول شي يقول و لخص كيف يصدر أو يصدر الصوت الصوت كيف ينتج كيف يطلع عندنا آلة كيف يطلع منها الصوت أنا لما أتكلم و شي اللي قاعد يحدث ممتازين الأصوات تحدث بسبب ماذا بسبب الاهتزاز إذا اهتزت الأجسان يظهر منها أو يصدر منها الصوت طيب السؤال الثاني يقول أكتب أو أرسم كيف أستخدم الضو في حياتي اليومية أخذنا درس الضو قبل كذا و قلنا الضو شكل من أشكال الطاقة فإحنا نستخدم الضو في ماذا في المساء لرؤية الأجسام ينير لنا الأماكن ينير لنا الطرق ينير لنا في البيت عشان نقدر نشوف و نقدر نتواصل مع الآخرين ينير لنا أيضا في منازلنا طيب نشوف السؤال الثالث شو يقول ما أهمية كل من الصوت والضوء في حياتي تعالوا نشوف الصوت وش أهمية الصوت تزين يحذرنا من إيش يحذرنا من مخاطر من أشياء قد تضرنا مثل منبه السيارات ينبهنا أرجع أقول هل هي بس هذه ولا في أشياء عندنا ممكن نذكر أشياء أكثر ممكن نقول أتواصل أنا وأفراد أسرتي بالصوت طيب ممكن أتواصل مع معلمي ممكن أتواصل مع أصحابي في الصوت نستخدم للتواصل طيب أيضا عندنا قلنا نستخدم الأصوات في منبه الساعة عشان يساعدني ويوقظني من النوم طيب نشوف الضوء وش مهم في حياتنا يخلينا أو يساعدنا في الدراسة طيب وأيضا نحتاج في رؤية الشوارع إذا طلعنا بالليل ونقدر نتمشى بأمن وسلامة لأننا نشوف الطرق ونشوف الأشياء هل هي فقط هذه فائدة الضوء لا في أشياء ثانية ممكن نقول إيش أن النباتات تستفيد من ضوء الشمس أن الإنسان أيضا والحيوانات تحتاج لضوء الشمس لأن شعة الشمس تقوي إيش إعظامنا واسناننا ومهمة ليش الأجسامنا فما هي محصورة بس في هذه ممكن إيش نجيب أشياء من عندنا نبدع فيها أكثر طيب عندنا العلوم والصحة كيف العلوم والصحة نشوف وش الأشياء نبحث مع بعض ونشوف وش الأشياء اللي تساعدني على أنني أعتني بعيني عشان أقدر أشوف الأجسام وشوف الآخرين وأعتني بأذني عشان إيش ممتازين أسمع الآخرين وأحافظ على حاسة السمع فحاسة السمع وحاسة النظر من الحواس المهمة للتواصل مع الناس ومع الآخرين وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا لازم نحافظ علينا ونشكر الله سبحانه وتعالى إلى هنا نحن إن شاء الله أخذنا درس الصوت وأخذنا درس الضوء نتوقف وإن شاء الله نلتقي في حصة قادمة إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع وداع في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 أخذنا وإن شاء الله أخذنا وإياكم الدرس الثاني من الوحدة الثامنة الوحدة الثامنة التي هي بعنوان مناسبات والدرس الثاني من هذه الوحدة بعنوان ذكروني أحسنتم ضيف جديد ضيف جديد يا ترى ما هو هذا الضيف من هو هذا الضيف الذي حل وأقبل على أسرة نورة وأسرة فواز من هو؟ أحسنتم المولود الجديد أخذنا وإياكم أيضا في الدروس السابقة النص الخاص بهذا الدرس قرأناه وإياكم كثيرا قرأناه وإياكم كلمة كلمة وجملة جملة حتى أكملنا قراءة الدرس كاملا ثم انتقلنا وإياكم إلى التدريبات الخاصة في هذا الدرس اليوم في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى نبقى وإياكم في هذا الدرس لكن في إنجازاتي إنجازاتي وإنجازاتكم أيضا مجموعة من التدريبات الخاصة بهذا الدرس بدرس ضيف جديد أحباب الطلاب والطالبات قبل أن ننتقل إلى تدريبات إنجازاتي ما رأيكم أن نقرأ الدرس أيضا مرة أخرى أيضا قراءة سريعة وأيضا مع الفهم أي قراءة مقرونة بالفهم نفهم ما نقرأ إذن هيا نقرأ النص اقرأوا ضيف جديد عنوان الدرس أكمل أحسنتم دخلت المعلمة الفصلة فرأت التلميذات يتحلقن حول نوره أحسنتم وبرك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات ذكرنا لكم التاء المربوطة والتاء المفتوحة فمثلا شاهدنا في هذه الكلمة تاء أحسنتم تاء مفتوحة ثم شاهدنا في الكلمة الثانية هنا أحسنتم تاء مربوطة وأيضا يوجد في هذه العبارة في هذه الجملة تاء مربوطة في كلمة أحسنتم في كلمة نورة في كلمة نورة شاهدوا التاء مربوطة هنا في كلمة نورة بهذا الشكل لماذا؟ لأنها وقعت بعد حرف الرأ وحرف الرأ لا يمسك بالحروف لكن هنا في كلمة المعلمة كتبت بهذه الطريقة لماذا؟ لأنها وقعت بعد حرف يمسك بالحروف وهو حرف الماء أحسنتم المعلمة المعلمة نكمل نكمل القراءة اقرأوا سألت أحسنتم سألت المعلمة أحسنتم ما الأمر؟ ما الأمر؟ وعيضا تعرفنا وإياكم على هذه العلامة وهي علامة ماذا؟ أحسنتم علامة الاستفهام التي تأتي دائما بعد التي تأتي دائما بعد السؤال كما هنا في سؤال المعلمة في سؤال المعلمة قالت ما الأمر؟ أحسنتم وبرك الله فيكم نكمل قراءة درسنا هذا النص اقرأوا أجابت نورة أكمل أحسنتم قراءة مميزة أجابت نورة زميلاتي يباركن لي يا أستاذة فقد أنجبت أمي مولودا أحسنتم وبرك الله فيكم النقطة تعرفنا عليها وإياكم كثيرا تأتي في نهاية الكلام انتهى كلام نورة الآن المعلمة اقرأوا المعلمة ماذا قالت؟ ركزوا جيدا أحسنتم مبارك يا نورة أكمل أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أكمل أيضا وفي نهاية الأسبوع أحسنتم مبارك الله فيكم قراءة مميزة الآن أحباب الطلاب والطالبات ننتقل وإياكم إلى إنجازاتي لهذا الدرس وإنجازاتي يوجد في هذا الدرس إنجازاتي مجموعة من التدريبات يوجد لدينا خمس تدريبات التدريب الأول يقول أكمل الجملة بالكلمة المناسبة أكمل الجملة بالكلمة المناسبة سنشاهد الآن بعد قليل جملة ناقصة جملة ناقصة لكن جملة من الجمل التي قرأناها وإياكم في النص قبل قليل نشاهد هذه الجملة وأيضا هذه الصورة ركزوا جيدا اقرأوا الآن أحسنتم يا نورة يا نورة هنا من يتكلم الآن الذي يتكلم الآن المعلمة يا نورة تذكروا معي ماذا قالت المعلمة عندما علمت بقدوم المولود الجديد أحسنتم مبارك مبارك هيا اكتبوا كلمة مبارك في هذا الفراغ لتكتمل لدينا الجملة اكتبوا مبارك تذكروا معي شاهدنا هذه الكلمة كثيرا قرأناها وإياكم كثيرا هيا اكتبوا أحسنتم شاهدوا هذه الكلمة مبارك الآن اكتملت لدينا هذه الجملة مبارك يا نورة أكملوا كتابة هذه الكلمة وقرأوا أيضا هذه الجملة بعد أن اكتملت الآن ننتقل وإياكم إلى التدريب الثاني الذي يقول أحلل أحلل الكلمتين الآتيتين ثم أكتبهما لدينا كلمتين نريد أن نحلل هاتين الكلمتين نحلل حروف هاتين الكلمتين نحلل المقاطع التي قد نشاهدها في هاتين الكلمتين نشاهد ونقرأ اقرأوا أحسنتم مولود مولود لدينا الفراغ الأول والثاني والثالث الرابع الأخير نكتب فيه الكلمة كاملة الآن نريد أن نحلل هذه الكلمة إلى حروف ومقاطع نركز حروف ومقاطع نقصد هنا في هذه الكلمة لدينا في هذه الكلمة مقطع ذكروني شاهدوا الكلمة جيدا أحسنتم مقطع ساكن مقطع ساكنا وأيضا مقطع مت مولود هيا حللوا هذه الكلمة أولا قبل أن ننتقل إلى الكلمة الثانية أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم إذن نحلل بهذه الطريقة لماذا كتبنا حرف الما وحرف الوا الساكن لأنه مقطع ساكن ننطق الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله مو ثم أحسنتم مقطع مت ثم تبقى لدينا الحرف الأخير وهو حرف الد المنون بتنوين الضم مولود نكتب هذه الكلمة كاملة أي نجمع هذه المقاطع وهذه الحرف أحسنتم مبارك الله فيكم الآن ننتقل إلى كلمة الكلمة الثانية في هذا التدريب وهي كلمة اقرأوا أحسنتم أنجبت أنجبت ركزوا أيضا لدينا في هذه الكلمة مقطع ساكن بل مقطعين هل شاهدنا حرف من حرف المد في هذه الكلمة في كلمة أنجبت لم نشاهد حرف مد في هذه الكلمة أنجبت إنما شاهدنا حرفين ساكنين إذن لدينا مقطع ساكن بل مقطعين في هذه الكلمة الآن حللوا هذه الكلمة حللوها أنتم أولا أن ج بت حللوا أكتبوها ثم أكتبوا الكلمة كاملة في الفراغ الأخير الفراغ الأكبر قليلا إذن نحلل هذه الكلمة ونقرأ ونقول أن ثم حرف الج المتحرك ثم المقطع الساكن أيضا الأخير بت بت بدأ مرة أخرى أن ج بت نكتب هذه الكلمة كاملة في الفراغ الأخير ونقرأها أيضا مرة أخرى أن ج بت أن ج بت أحسنتم الآن أحباب الطلاب والطالبات ننتقل إلى التدريب الثالث التدريب الثالث يقول أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسخ أي سنكتب هذه الجملة كما هي سنكتب هذه العبارة كما هي الآن بداية نقرأ هذه العبارة ونركز جيدا على الخطوط الموجودة هنا في هذا التدريب أقرأ دخلت المعلمة أقرأ أكمل أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم نقرأ مرة أخرى دخلت المعلمة الفصل فرأت التلميذات يتحلقن حول نوره إذن نكتب على السطر الأحمر على الخط الأحمر هيا أكتبوا من أين نبدأ الكلمة الأولى دخلت هنا على هذا السطر أكتبوا الكلمة الأولى دخلت وحروف هذه الكلمة جميعها ترتكز على السطر وأيضا المعلمة المعلمة كما تعلمنا وإياكم في التدريب السادس تذكرون في الدرس السابق كتبنا وإياكم عبارة جميلة ومن ضمن هذه الكلمات كلمة المعلمة هنا كلمة الفصلة الكلمة الثالثة الفصلة شاهدوا معي كلمة الفصلة هنا لم ننزل عن السطر الأحمر ثم نكمل حرف الفا حرف الص أيضا حرف الص ساكنة الفص الآن سنننزل قليلا عن هذا السطر هذا الحرف الأخير حرف اللا بهذه الطريقة الفصلة لا أكملوا فرأت أحسنتم فرأت التلميذات فرأت التلميذات يتحلقن حول نوره نركز جيدا كتابتنا تكون على السطر الأحمر الأحمر فقط لما بعض الحروف كما في كلمة هنا يتحلقن حرف الناء نزل قليلا عن السطر كما في كلمة يتحلقن أيضا هنا حرف الواو في كلمة نوره نو وأيضا حرف الرأ نزل عن السطر الحرف الأخير حرف التاء المربوطة أحسنتم و بارك الله فيكم من لم يكن الكتابة هذه العبارة يكملها في نهاية درسنا أو في نهاية اليوم الدراسي الآن أحبابي الطلاب والطالبات ننتقل وإياكم إلى التدريب الرابع الآن أحبابي الطلاب والطالبات أحضروا الدفتر الخاص بمادة لغتي الجميع الآن يغلق كتاب لغتي أغلقوا كتاب لغتي أحضروا الدفتر الخاص بمادة لغتي ونفتح وإياكم صفحة جديدة في هذا الدفتر لماذا؟ لأن هذا التدريب يطلب مننا أن نكتب إملاء أولا الإملاء منظور ثم الإملاء الاختباري بعد قليل بإذن الله الآن الإملاء المنظور حيث في هذا التدريب الرابع يقول ألاحظ العبارة الآتية ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمي الإملاء المنظور هنا الإملاء المنظور أي سننظر للكلمات لهذه العبارة الآن ننظر إليها أولا ثم سأخفيها وأطلب منكم كتابتها مرة أخرى الآن سنقرأ إياكم اقرأوا أحسنتم سألت سألت المعلمة اقرأوا هاتين الكلمتين أحسنتم سألت المعلمة لاحظوا التاء المفتوحة والتاء المربوطة في الكلمة الأولى تاء مفتوحة في الكلمة الثانية تاء مربوطة سألت المعلمة التلميذات التلميذات لاحظوا الحرف المكتوب لكن لم ننطقه ما هو أحسنتم اللام الشمسية التلميذات نلاحظ ونكون من الملاحظين الجيدين التلميذات لاحظوا لدينا هنا كلمة الصغيرات كلمة جديدة لم نشاهدها في الدرس الصغيرات ثم شاهدوا النقطتين بعد كلمة الصغيرات نقطتين رأسيتين نكمل ما الأمر ما الأمر وأيضا نشاهد بعد كلمة الأمر شاهدوا معي الأمر أحسنتم أحسنتم علامة الاستفهام ما الأمر اقرأوا هذه العبارة مرة أخرى سألت المعلمة التلميذات الصغيرات ما الأمر شاهدوها جيدا أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحباب الطلاب والطالبات ركزوا جيدا سأخفي هذه الجملة الآن استعدوا للكتابة نكتب من بداية السطر نكتب من بداية السطر أكتب سألت سأل ثم نضيف حرف الت سألت والتأحسنتم التمكسورة سنقرأها مع الكلمة الثانية سألت المعلمة الكلمة الثانية المعلمة 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 أحسنتم إذن كتبنا سألت المعلمة الكلمة الثالثة التلميذات التلميذات شاهدناها قبل قليل انطقوا هذه الكلمة واكتبوا لكن لاحظوا أن هناك حرف لم ننطقه سنكتبه لكن لم ننطقه أحسنتم اللام الشمسية التلميذات التلميذات الصغيرات هيا يكتبوا أص أحسنتم لا من شمسية أيضا الصغيرات هناك علامة شاهدناها بعد كلمة الصغيرات ما هي؟ أحسنتم نقطتين رأسيتين نكمل ما الأمر؟ ما الأمر؟ أكتبوا ما الأمر؟ ما الأمر؟ ثم هناك علامة في الأخير وهي علامة الاستفهام أحسنتم أكتبوها أحسنتم و بارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات نشاهد هذه العبارة مرة أخرى لنقوم الآن في مرحلة وإياكم نكون وإياكم في مرحلة التصحيح نشاهد هذه العبارة مرة أخرى كلمة كلمة شاهدوا معي الكلمة الأولى شاهدوا الكلمة الأولى عندكم وأيضا على الشاشة أمامكم إذا كانت صحيحة نضع علامة صح تحت الكلمة وإذا كانت خاطئة نضع خطا تحت هذه الكلمة ونكتبوها كما تشاهدونها الآن أكثر من مرة على الأسطر أسفل منها سألت ننتقل إلى الكلمة الثانية وأيضا صحيح المعلمة وأنا متأكد من أن كتابتكم صحيحة وخاصة المركز المركزة دائما معنا المعلمة سألت المعلمة أقرأ أحسنتم التلميذات ثم أحسنتم الصغيرات ولا ننسى النقطتين ثم ما الأمر ما الأمر أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحباب الطلاب والطالبات انتقلوا إلى صفحة جديدة من دفاتركم أيضا أو سطر جديد لماذا؟ لأننا سننتقل إلى التدريب الخامس والأخير من إنجازاتي وإنجازاتكم ويقول هذا التدريب أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي إملاء اختباري إملاء اختباري أي لن نشاهد هذه الكلمات هذه الجملة سأملي عليكم جملة تكتبونها ثم سأعرضها عليكم في مرحلة التصحيح الآن استعدوا أكتبوا في سطر جديد أو في صفحة جديدة لهذا التدريب أكتبوا أنجبت أنجبت كلمة شاهدناها قرأناها وإياكم في الترس أنجبت أنجبت أنطقوا واكتبوا أمي الكلمة الثانية أمي أحسنتم يوجد مقطع مد سنشاهد هذا المقطع بعد قليل أمي الكلمة الثالثة والأخيرة مولودا مولودا هنا تنوين بالفتح ماذا نعمل مع تنوين الفتح؟ ماذا نضيف؟ سنشاهد أيضا بعد قليل في مرحلة التصحيح نضع نقطة انتهى الكلام نقرأ وإياكم هذه الجملة اقرأوا هذه الجملة من الدفتر معكم أحسنتم أنجبت أمي مولودا أنجبت أمي مولودا نشاهد وإياكم هذه الجملة كلمة كلمة الكلمة الأولى أنجبت من كتب هذه الكلمة بهذه الطريقة يضع علامة صح وإذا كانت تختلف كتابتكم عن هذه الكلمة المعروضة أمامكم نضع خطا ثم نكتب الكلمة صحيحة كما نشاهدها الآن أنجبت الكلمة الثانية أمي أحسنتم هنا حرف المد الياء في آخر كلمة أمي الكلمة الثالثة والأخيرة أحسنتم مولودا ولا ننسى علامة النقطة مولودا كما ذكرنا وإياكم في هذه الكلمة تنوين بالفتح في كلمة مولودا أذكركم قليلا بطريقة التصحيح فمثلا لدينا كلمة أنجبت نشاهد هذه الكلمة جيدا نقارن بين الكلمة المكتوبة التي كتبناها التي كتبتموها وبين هذه الكلمة كانت صحيحة ومطابقة لهذه الكلمة فقط نضع علامة صح ثم ننتقل إلى الكلمة الثانية إذا كانت صحيحة أيضا نضع علامة صح ننتقل إلى الكلمة الثالثة إذا كانت صحيحة نضع أيضا علامة صح لكن لو كان هناك كلمة مختلفة فمثلا نضرب مثالا أن واحدا كتب كلمة مولودا لكن لم يكتب التنوين وألف التنوين فيضع خطا لماذا إذا كانت الكتابة خاطئة نضع خطا ثم نكتب الكلمة الصحيحة كما نشاهدها الآن أحسنتم مبارك الله فيكم بهذا التدريب نكون قد انتهينا وإياكم من الدرس الثاني الذي هو بعنوان ضيف جديد اقرأوا هذا النص كثيرا افهموا أيضا هذا النص كثيرا اشكروا لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وقراءتكم المميزة وكتابتكم الجميلة وكذلك كتابتكم الصحيحة املأكم الصحيح في نهاية درسنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الطلاب والطالبات أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الأول الفصل الدراسي الثاني درس اليوم سيكون أحل مسائل أمثلها سنرى كيف الدرس طبعا هذا كان واجب بالأمس سنحل الواجب مع بعض ونرى يا شباب السؤال كان يقول أريد أن أشتري كتابا ثمنه ثلاثة وعشرون ريالا ومعي ورقتان من فئة عشرة ريالات وورقة من فئة خمسة ريالات وقطع نقدية من فئة ريالي أو اثنين ريال هل يكفي ما معي من نقود لشراء الكتاب أوضح ذلك طيب قدايتان المعطيات اللي عندنا وشعطانه ثمن الكتاب الكتاب ثمن ثلاثة وعشرون ريالا هذه مهمة معي ورقتان فئة عشرة ريالات هذه أيضا مهمة أحتاجها ورقة واحدة من فئة خمسة هذه أيضا مهمة قطعة من فئة ريالين هذه أيضا معلومة مهمة أحتاجها هل يكفي ما معي من نقود لشراء الكتاب يكفي أم لا يكفي؟ هل أطلق الحكم هكذا؟ أم نشوف؟ طيب تعالوا نشوف تعالوا نشوف الآن ورقتان من فئة عشرة ريالات لو معي ورقتان من فئة عشرة ريالات ومعي ورقة من فئة خمسة ريالات طيب ورقتان عشرة وورقة خمسة ومعي أيضا قطعة نقدية اثنين ريال تعالوا نشوف كم الآن عشرة الورقة الأخرى بكم أيضا؟ بعشرة كم أصبح الآن؟ عشرة وعشرة عشرون؟ نعم أضفنا خمسة أيضا معها خمسة وعشرون أضفنا رياليين الخمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون وكم ثمن الكتاب؟ ثلاثة وعشرون من الأكبر؟ المبلغ الذي معي أم ثمن الكتاب؟ نعم المبلغ الذي معي أكبر أكثر من ثمن الكتاب إذن أستطيعا أشتري الكتاب بالمبلغ الذي معي لأن المبلغ الذي معي أكبر من ثمن الكتاب أي أن سبعة وعشرون المبلغ الذي معي كامل أكثر من ثمن الكتاب إذن بكذا يكون يكفي لأن سبعة وعشرون أكبر من ثلاثة وعشرون إذن درسنا اليوم أمثل المسألة وأحلها ما معنى أمثل المسألة؟ أمثل المسألة أي أطبقها أمثلها أقوم أسويها هذا معنى أمثل المسألة طيب راح نشوف الآن وأمثل مسألة مع بعض فكرة درسنا أحل مسألة بتمثيل معطياتها سواء أعطاني مبالغ أو أوفر مبالغ أو أمثل أمامي أو أقال لي كتاب أو أوفر كتاب ودافتار أو أشتريت أو أعطيت البائع أو أمثل الموقف كامل إذن تمثيل الموقف كامل بحسب هذه الطريقة تمثيل الموقف إذا كان مع إبراهيم ورقتان من فئة خمس ريالات ويريد أن يشتري علبة أقلام ثمنها ثلاثة عشر ريالا ما العملات النقدية الأخرى التي يحتاج إليها ليتمكن من شراء هذه العلبة طيب كم ثمن العلبة؟ ثلاثة عشر وكم مع إبراهيم؟ ورقتان فئة خمسة ورقتان فئة خمسة طيب ورقتان فئة خمسة كم يعني؟ أي؟ نعم صحيح تعتبر ماذا؟ نشوف الآن لو أوجدنا المعطيات الأشياء المهمة التي يحتاجها أنا ورقتان فئة خمسة ريالات يريد أن يشتري علبة أقلام ثمنها ثلاثة عشر ريال ما العملات النقدية الأخرى التي يحتاج إليها ليتمكن من شراء هذه العلبة؟ إذن رح أضع على السؤال على المطلوب أحوطه ولكن بقية المعطيات رح أضع حوليها خط الآن من أفهم طبعاً تعرفون خطوات الحل؟ أفهم أوجدنا المعطيات حددنا المعطيات عندنا في المسألة حددنا أيضاً المطلوب المطلوب تجد آخر دائماً سؤال فضروري أن أحدد المعطيات كذلك أحدد المطلوب بعد كذا راح نخطط أبدأ التخطيط لهذه المسألة طيب ما هي الخطة المناسبة لهذه المسألة؟ كيف أحل هذه المسألة؟ لدي أموال ورقتان فئة خمسة ها؟ علبة نعم بإمكاني تمثيل المسألة كيف تمثيلها؟ أحضر علبة ألوان وأحضر أيضاً مبالغ المالية اللي عندنا كم لدينا؟ لدينا ورقتان فئة خمسة ريالات وأيضاً علبة ألوان طيب الآن نبدأ في الحال تعالوا نشوف طريقة يقول أضع ورقتان من فئة خمسة ريالات إذن راح أوفر خمسة ريالات هذه خمسة وهذه كذلك خمسة هذه ورقتان فئة خمسة كم أصبحت ورقتان؟ لاحظ أن مثلنا المسألة مثل المعطيات اللي عندنا أصبحت ها؟ بعشرة وكم ثمن العلبة؟ طيب ثلاثة عشر احتاجوا إلى كم حتى أصل إلى ثمن هذه العلبة؟ كم أضيف؟ نضيف ريال كم أصبح الآن؟ أحد عشر يكفي لشراء العلبة؟ العلبة ثمن وثلاثة عشر ريالاً وندي هنا أحد عشر ريالاً؟ نعم بإمكاني استخدام القطعة النقدية التي عبارة عن ريالين اثنين ريال أضعها أيضاً مع المبالغ التي لدي أصبح لدي الآن خمسة وخمسة بعشرة لدي أيضاً قطعة ريالين أصبح اثنى عشر لدي أيضاً قطعة واحدة ريال اثنى عشر مع ريال أصبحت ثلاثة عشر إذا لاحظ الآن أكملنا بدأنا في المبالغ التي معي وأكملنا حتى وصلنا إلى المبلغ اللي باستطاعة شراء العلبة وهي ثلاثة عشر ريال نعم مسألة أخرى السؤال يقول أرادت هيفا أن تشتري حقيبة ثمنها أربعون ريالاً ولم يكن معها إلا خمسة وعشرون ريالاً فقط ما العملات النقدية الأخرى التي تحتاجها لتشتري الحقيبة؟ قرأت المسألة الآن راح أضع خط على ماذا؟ على المعطيات اللي يحتاجها تشتري حقيبة ثمنها أربعين ولم يكن معها إلا خمسة وعشرون معها خمسة وعشرون ما العملات النقدية الأخرى التي تحتاجها؟ إذن هنا المطلوب هنا السؤال راح نضع نحوط السؤال تحتاجها لتشتري الحقيبة إذن لدينا هنا المعطيات حقيبة 48 معها 25 ما العملات حتى أصل لهذا المبلغ؟ طيب راح أمثل المسألة كيف مثلها؟ راح أوفر هذا المبلغ ونشوف نكمل طبعا بداية ألاحظ مثل ما قلنا يا شباب في خطوات المسألة أفهم وخطط أحل أتحقق أفهم وضح للمعطيات والمطلوب أخطط ما هي الخطة المناسبة حتى أحل هذه المسألة نعم أمثل المسألة بإمكاني توفير المبالغ هذه ما هي المبالغ اللي عندنا؟ ورقتان عندنا وضحنا خطط طيب نبدأ الآن للحل طيب كم لدينا؟ معها 25 ريالاً كيف نكمل 25؟ نعم هذه 25 عبارة عن كم؟ هذه 10 وهذه 10 كم أصبح لدينا الآن؟ 20؟ كم تبقى لدي حتى أصل إلى 25؟ 5؟ هذه الآن 25 هذا مبلغ الآن الذي معها طيب راح نكمل المبلغ حتى أصل إلى ثمن الحقيبة وهو 40 ريال يلا تعالوا نوفر طيب كم أضع؟ هل أضع؟ ريالات؟ أضع ريال واحد كم يصبح؟ أصبح الآن 26 لا يكفي طيب أضفنا 5 25 وعشرون أضفنا 5 كم أصبح؟ كم تبقى لدي حتى أصل إلى 40؟ نعم تبقى لدي عشرة بإمكاني الآن وضع عشرة بالطيقة هذه لاحظ الآن هذا المبلغ الذي كان معنا أضفنا إليه 5 أصبح 30 أضفنا الآن تبقى عشرة حتى أصل إلى 40 إذن كم أضفنا؟ أضفنا 15 إلى المبلغ حتى أكمل المبلغ وتستطيع أن تشتري الحقيبة لاحظوا الآن عشرة عشرون خمسة وعشرون هذا ما معها؟ أضفنا الآن خمسة أصبح الثلاثون أصبح الآن سهل التعامل كم تبقى بين الثلاثون والأربعون؟ عشرة أضفنا عشرة إذن أصبح لدينا هذا المبلغ تستطيع الآن شراء الحقيبة هذا معنا تمثيل المسألة طيب الآن هذا ما معها من مبلغ خمسة وعشرون ريالا أضفنا خمسة أصبح الآن معها ثلاثون ريالا نبدأ الآن الثلاثون ريالا بعدما أضفنا الخمسة كم أضيف عليها؟ حتى تصبح أربعين؟ نعم أضفنا عشرة أصبحت أربعين إذن كم أضفنا إلى الخمسة وعشرين؟ أضفنا خمسة وعشرة تحتاج هيفا إلى خمسة وعشر ريالا حتى تستطيع أن تشتري الحقيبة نشوف سؤال آخر مسألة تريد رنى أن تشتري لعبة ثمنها عشر ريالات ما العملات النقدية التي يمكن أن تدفعها للبائع؟ كم ثمن اللعبة؟ عشرة ريالات قال لنا ما العملات النقدية التي يمكن أن تدفعها للبائع؟ لك الخيار طيب راح نوفر المبلغ هذا راح نطبق تمثيل المسألة ونوفر ثمن اللعبة كم ثمن اللعبة؟ عشرة ريالات بإمكان تمثيل ماذا؟ بورقة واحدة هذه عشرة هذه طريقة واحدة طريقة أخرى لو أخذنا خمسة وأخذنا أيضاً خمسة هل أستطيع تمثيلها؟ نعم كما أصبحت عشرة إذا بإمكاني الآن توفير ورقتان من فئة خمسة ريالات كذلك هل أستطيع طريقة أخرى؟ نعم أستطيع أيضاً مع الخمسة استخدام مثلاً قطع نقدية 2 ريال 2 ريال كما أصبحت 4 وريال أصبحت 5 5 و 5 كما أصبحوا أصبحوا أيضاً عشرة ريالات طريقة أخرى هل لدينا طريقة أخرى؟ نعم بإمكاني أيضاً استخدام قطعة معدنية 2 ريال و 2 4 ريالات 6 ريالات كل قطعة بـ 2 ريال 8 ريالات وأيضاً 10 ريالات انظروا الآن كم طريقة أوجدنا بإمكاني أيضاً استخدام أي أكثر من طريقة بإمكانك استخدام قطعة ذات ريال واحد بإمكاني هنا استبدال الريالين بريال وهكذا على حسب العملات المتوفرة عندك تستطيع أن تكون المبلغ إذن يحكم لماذا العملات المتوفرة لدي؟ إذن مثلنا المسألة بأكثر من طريقة بداية طبعاً 8 طبعاً تحديد المعطيات 8 و 10 العملات النقدية التي يمكن ندفعها هذا رح نحوطه لأنه هو المطلوب استخدمنا خطوات الأربع لحل المسألة وهي إفهم وضحنا منها المعطيات وضحنا منها المطلوب حوطناه كذلك الآن خططنا استخدمنا تمثيل المسألة وفرنا المبالغ مثلنا الموقف أمامنا بعد كده نبدأ في الحل مثل ما وضحنا لدينا أكثر من طريقة بإمكانك اختيار أي طريقة لو أخذنا مثلاً ورقة واحدة فئة عشرة ريالات بإمكاني ورقتان فئة خمسة ريالات بإمكاني أيضاً خمسة ريالات بإمكاني أيضاً خمس قطع فئة اثنين ريال بإمكاني عشر قطع فئة ريال واحد إذن تستطيع رنا أن تدفع لو اخترنا واحدة منهم نقول ورقة واحدة فئة عشرة ريالات نشون مسألة أخرى نقرأ نقرأ المسألة بداية قبل أن نجد المعطيات المطلوب السؤال يقول تريد كريمة أن تشتري دمية ثمنها ثلاثون ريالة إذا كان معها ورقة من فئة عشر ريالات فقط فكم ورقة أخرى من فئة عشر ريالات تحتاجها لتشتري الدمية طيب بداية سأوضح المعطيات المهمة ثمن الدمية ثلاثون ريالا معها ورقة فئة عشرة الآن السؤال كم ورقة هنا السؤال كم ورقة أخرى من فئة عشرة ريالات تحتاجها لتشتري الدمية وهذا هو المطلوب مطلوب من هذه المسألة كم ورقة تحتاج ماذا نستخدم ما هي الخطة بداية نبدأ فيه خطوات الأربع افهم معطيات المسألة وضحناها وضحنا أيضا المطلوب الخطة المناسبة لهذه هي أمثل المعطيات رح نمثل المسألة ماملة أوفر مبالغ مالية أوفر المبلغ الذي معها أوفر مثل اللعبة وثمن نضع ورقة نضع لها ثمن اللعبة بعد كذا كم تحتاج حتى تصل إلى ثمن اللعبة نبدأ لا للحل طيب تعالي نمثلها كم معها معها ورقة واحدة فئة العشرة هذا ما معها ورقة واحدة وكم ثمن اللعبة ثلاثون ريالا هل تستطيع أن تشتي اللعبة لا تستطيع تحتاج إلى مبالغ كم أضيف إلى العشرة ورقة واحدة خمسة أصبح خمسة عشر ماذا قال السؤال السؤال قال كم ورقة أخرى من فئة عشر ريالات لا بد أن أستخدم فئتها عشر ريالات طالما طلب مني طيب لو وضعنا ورقة كم أصبح لديها الآن ورقتان فئة عشرة عشرة وعشرة عشرون كم يتبقى حتى تصل إلى الثلاثون نعم حسنتم يتبقى ورقة واحدة إذن تحتاج إلى كم ورقة ثلاثة والأثنين إلى ورقتين لماذا؟ لأن معها ورقة واحدة يتبقى لديها طلب منك كم تحتاج حتى تكمل المبلغ إذن تحتاج إلى ورقتين إضافة إلى الورقة التي معها يصبح لديها ثلاث أوراق إذن في الحل راح نقول طبعا تحتاج إلى تحتاج إلى ورقتان فئة عشرة ريالات خطوة أخيرة طبعا أشانا نتحقق من حلنا نشوف تعالوا نتحققنا من حلنا لو جمعنا تعالوا نجمع ورقة فئة عشرة هذه بي عشرة ورقة أخرى بي عشرة عشرة أخرى ورقة ثالثة أيضا بي عشرة عشرة زايد عشرة زايد عشرة بي ثلاثون إذن تحققنا حلنا إذن صحيح تحتاج كريمة إلى ورقتان من فئة عشرة ريالات وهو المطلوب شو سؤال أخير يرغب جاسم أن يشتري سمكتين لحوض الزينة فإذا كان ثمن السمكة الواحدة خمس ريالات فما الأوراق النقدية التي يمكن أن يدفعها إلى البائع تعالوا الآن بعدما قرأنا القراءة الثانية الآن ستكون لتحديد المعطيات والمطلوب يشتري سمكتين هذه مهمة عندي ثمن السمكة الواحدة خمس ريالات السمكة الواحدة بخمس ريالات ما الأوراق النقدية التي يمكن أن يدفعها إلى البائع وهذه أيضا محوطها مهمة المعلومة هذه يحتاجها لأن هذا مطلوب هذا السؤال طلب مني طيب ما الأوراق النقدية التي يمكن أن يدفعها سوف نستخدم ماذا؟ إذن في أفهم سوف نبين المعطيات هذه المعطيات والمطلوب المطلوب طبعا هو هنا ما الأوراق النقدية التي يمكن أن يدفعها طبعا تبقى الآن نبدأ الخطة أفضل خطة لحل هذه المسألة وهي نعم شاطرين يا أبطال هي تمثيل المسألة سوف نمثل الموقف كاملا نضع لعبة نضع لها ثمن وخمس ريالات نضع الآن نوفر المبلغ الذي مع جاسم ونبدأ الآن إذا كان ثمن السمكة الواحدة خمس ريالات أو ردنا يشتري سمكتين ها نبدأ الآن يلا السمكة الواحدة بخمس ريالات مثل ما قال كم سمكة ردنا نشتري؟ واحدة؟ نعم هذه الصفة سري واحدة لكن ردنا نشتري سمكتين إذا كم يحتاج؟ يحتاج أيضا إلى ورقة أخرى لأن كل سمكة بخمس ريالات إذن خمسة في سمكة وهنا خمسة أيضا بثمن سمكة أخرى إذن يستطيع جاسم أن يدفع كم؟ نعم بإمكانه أن يستخدم ورقتان من فئة ماذا؟ من فئة خمسة أو بالإمكان أيضا ماذا؟ نعم بالإمكان يستخدم ورقة واحدة؟ نعم محسنتم لماذا؟ لأن خمسة وخمسة تسبح كم بعشرة؟ أيضا هنا العشرة الواحدة عبارة عن خمستان أيضا بإمكانه أن يدفع عشرة ريالات طبعا ورقة واحدة فئة عشرة ريالات أو ورقتان من فئة خمسة ريالات تبقى الآن نتحقق هل حلنا صحيح ولا لا؟ الخطوة الأخيرة في الخطوات الأربع لحل المسألة لو جمعنا الخمسة ثمن السمكة الأولى زايد خمسة ثمن السمكة الأخرى تصبح عشرة وهو المبلغ الذي يدفعه إلى البعض إذا الآخر درسنا هو تعلمنا اليوم خطة تمثيل المسألة تمثيل المعطيات ما معنى تمثيل المسألة تمثيلها ومثل الموقف نوفر المبالغ نعم ومثلها نضع لعبها إذا تمثيل مسألة ومثل الموقف كامل إذا قال لي مثلا مشى أقوم ممشي إذا قال لي اشترى مبالغ ووفر هذا الموقف كامل الأنسى كذلك الخطوات الأربع لحل المسألة وهي افهم خطط حل تحقق شكرا يا أبطال شكرا يا أطفال شكرا يا شباب شكرا لكم إلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم كان معكم عبدالله الكثيري ومن لغة الإشارة الأستاذ محمد الأكلبي دمتم سالمين في حفظ الله ورعايته شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي اهلا وسهلا بكم معنا في مادة لغتي اخذنا واياكم احبابي الطلاب والطالبات في الدروس السابقة ودخلنا واياكم في الوحدة الثامنة التي هي بعنوان ذكروني احسنتم بعنوان مناسبات ذكرنا واياكم بعنوان من المناسبات السعيدة العامة التي نفرح واياكم فيها سويا مثلا ذكروني احسنتم العيد وكذلك فرحة شهر رمضان بدخول شهر رمضان كما في الدرس الاول نورة وشهر رمضان وكذلك كما اخذنا واياكم النشيد في مقدمة هذه الوحدة الذي هو بعنوان احب العيد وهناك بعضا من المناسبات الخاصة ببعضنا كما اخذنا واياكم في الدرس الثاني من هذه الوحدة وهي مناسبة سعيدة لأسرة نورة وهذه المناسبة هي احسنتم قدوم المولود في هذا الدرس باذن الله سبحانه وتعالى سنعيش وياكم فرحة العيد لكن عنوان درسنا هذا اليوم سنتعرف عليه بعد قليل وسأكون معكم في هذا الدرس أنا معلم هذه المادة سالم الهزاع وكذلك برفقة سميلي الأستاذ محمد الأكلبي في لغة الإشارة درسنا لهذا اليوم الشجرة الحزينة الدرس الثالث من هذه الوحدة الشجرة الحزينة الشجرة الحزينة ونحن قبل قليل نقول نعيش فرحة العيد في العيد كل منا يفرح كل منا يفرح ويكون مسرور في هذا الدرس الذي هو بعنوان الشجرة الحزينة سنتعرف على قصة جميلة لماذا كانت هذه الشجرة حزينة وهل استمر حزن هذه الشجرة أم لا نقرأ ونتعرف إذن عنوان درسنا الشجرة الحزينة شاهدوا معي هذه الصورة أولا صورة ماذا أحسنتم صورة بعض من الأولاد بعض من الأطفال يلعبون ويمرحون في الحديقة في يوم العيد في يوم العيد إذا قلنا لكم في يوم العيد نفرح ونلعب أيضا مع بعض كما هو حال الأطفال الآن الذي نتشاهدونهم الآن في هذه الصورة هيا نقرأ الآن كلمة كلمة هيا قرأوا معي أحسنتم في أقرأوا يوم أقرأوا الكلمتين في يوم أقرأوا العيد في يوم العيد أحسنتم نكمل السعيد السعيد مرة أخرى هذه الكلمة الأخيرة السعيد نكمل اقرأوا أحسنتم تجمع 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 هيا قرأوا أحسنتم الأطفال الأطفال نكمل في أحسنتم قراءة سريعة أحسنتم أحسنتم الحديقة الحديقة اقرأوا الكلمة الأخيرة يلعبون يلعبون أحسنتم قرأنا وإياكم هذه العبارة هذه الجملة كلمة كلمة الآن نقرأ قراءة سريعة قليلا ونفهم أيضا نريد أن نقرأ بفهم أحسنتم تابعوا معي في يوم العيد السعيد مرة أخرى استمعوا في يوم العيد السعيد تجمع الأطفال في الحديقة يلعبون الآن أريدكم أن تقرأوا من بداية الدرس في يوم العيد السعيد هيا قرأوا أحسنتم أكملوا تجمع أحسنتم مبارك الله فيكم إذن قرأنا وإياكم هذه العبارة هذه الجملة الجملة الأولى من هذا الدرس عرفنا أن الأطفال تجمعوا متى أحسنتم في يوم العيد تجمعوا أين في أي مكان في الحديقة أحسنتم في حديقة في حديقة الحي مثلا ماذا يفعلون يلعبون يلعبون وهم مسرورين وفرحين بيوم العيد أحسنتم أحسنتم ومبارك الله فيكم أحباب الطلاب والطالبات نقف قليلا هنا في هذه العبارة لنقرأ مثلا كلمة العيد كلمة العيد هذه الكلمة أقرأوا العيد هنا اللام هنا نسميها لام أحسنتم لام قمرية تكتب وتنطق العيد لكن في الكلمة الأخرى هذه الكلمة أقرأوها أنتم السعيد أحسنتم كتبنا اللام شاهدناها لكن لم ننطقها لماذا أحسنتم لأنها لام شمسية لام شمسية تكتب بهذه الطريقة بدون السكون لكن الحرف الذي بعدها يكون مضعفا يكون مشددا كما في هذه الكلمة السعيد أحسنتم مبارك الله فيكم الآن اقرأوا هذه الكلمة أحسنتم تجمع تجمع أين الحرف المشدد أين التضعيف هنا في هذه الكلمة الحرف المشدد أحسنتم حرف الم أنطقوا أنطقوا أو الكسرة أو الضم الأطفال في الحديقة يلعبون أحسنتم مرة أخرى نقرأ وإياكم سريعا هذه العبارة نقول في يوم العيد السعيد تجمع الأطفال في الحديقة يلعبون أحسنتم مبارك الله فيكم أذكركم أحبابي الطلاب والطالبات عند القراءة لا بد أن أنظر إلى الكلمة التي أريد أن أقرأها وركز جيدا سواء في الكتاب أو من الشاشة أمامكم الآن ننتقل إلى مشهد آخر هذا الدرس شاهدوا معي هذه الصورة جيدا قبل قليل شاهدنا في الصورة الأطفال وهم يلعبون في الحديقة هنا شاهدوا هذه الصورة بعضا من العصافير تطيروا حول الشجرة شاهدوا هذه الشجرة التي هي عنوان درسنا هذا اليوم الشجرة الحزينة شاهدوا كأن هذه الشجرة شاهدوا ملامح هذه الشجرة كأنها حزينة ولماذا هي حزينة في يوم العيد نقرأ ونتعرف أكثر عن درسنا هذا اليوم هيا قرأوا أحسنتم وبينما وبينما كانت كانت أحسنتم أقرأوا هذه الكلمة أحسنتم العصافير 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 كثيرة العصافير أحسنتم تطير أقرأوا مرة أخرى من البداية وبينما أحسنتم وبينما كانت العصافير تطير فرحة 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 أيضا في هذا اليوم هنا في هذا الدرس العصافير فرحة نكمل لاحظ أحسنتم لاحظ أحد لاحظ أحد كلمة قرأناها قبل قليل أحسنتم العصافير العصافير أقرأوا أحسنتم أن أن أحسنتم الشجرة أن الشجرة كما شاهدنا قبل قليل في الصورة أقرأوا تبكي شاهدوا الصورة مرة أخرى ملامح هذه الشجرة أحسنتم نكمل نقرأ أن الشجرة تبكي فقال فقال لاحظوا معي أحبابي الطلاب الطالبات بعض العلامات التي تخرج مثلا هنا علامة الفاصلة بعد كلمة تبكي وهنا النقطتين الرأسيتين بعد كلمة فقال فقال اقرأوا لماذا تبكين أحسنتم تبكين تبكين لاحظوا المقطع الساكن ومقطع المد في هذه الكلمة تبكين اقرأوا اكملوا أحسنتم في يوم العيد أحد مشاهدي نشاهد الكلمة أولا العيد أحسنتم ثم شاهدنا علامة الاستفهام مرة أخرى بعد كلمة العيد شاهدنا علامة الاستفهام لماذا عالمة الاستفهام هنا لأننا لأنها أتت بعد سؤال لماذا لأنها أتت بعد السؤال لماذا تبكين في يوم العيد ثم أتت هذه العلامة علامة الاستفهام الآن أحبابي الطلاب نقرأ هذا المقطع قراءة سريعة متصلة حتى نفهم ماذا حصل هنا وبينما كانت العصافير تطير فرحة اقرأوا من البداية وبينما أحسنتم ما حال العصافير الآن أحسنتم تطيروا وهي فرحة نكمل لاحظ أحد العصافير لاحظ أحد العصافير اقرأوا أن الشجرة تبكي أحسنتم ماذا لاحظ العصفور أن الشجرة تبكي وهذا الأمر لا ينبغي أن يحزن الواحد مننا في يوم في يوم الفرح في يوم العيد نفرح ونلعب ونستمتع ولا نحزن الآن هنا في هذه القصة الشجرة في يوم العيد تبكي إذن هي حزينة نكمل فقال من هو أحسنتم أحد العصافير فقال لماذا تبكين في يوم العيد اقرأوا أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات سننتقل إلى مشهد آخر لنتعرف أكثر وأكثر على هذه القصة على هذه القصة الجميلة سننتقل إلى المقطع أو المشهد الثالث هنا هذا المشهد بعدما سأل أحد العصافير هذه الشجرة فقال لها لماذا تبكين في يوم العيد هنا قالت أقرأوا الشجرة قالت الشجرة جميعكم جميعكم أقرأوا جميعكم تلعبون تلعبون أي الأطفال والعصافير والناس فرحين ويلعبون في يوم العيد جميعكم جميعكم تلعبون أقرأوا أحسنتم وأنا من الذي يتحدث الآن هذه الشجرة وأنا مرة أخرى أقرأوا أحسنتم لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع أقرأوا الحركة وأنا لا أستطيع الحركة نكمل فكر أقرأوا أكملوا أحسنتم العصفور فكر العصفور في طريقة في طريقة أقرأوا أحسنتم يسعد يسعد بها أحسنتم يسعد بها الشجرة الشجرة نقرأ الآن هذا المقطع قالت الشجرة جميعكم تلعبون وأنا لا أستطيع الحركة اقرأوا هذا المقطع أشرت عليه الآن أحسنتم أكمل أحسنتم مبارك الله فيكم الآن عرفنا سبب بكاء وحزن هذه الشجرة لماذا أحسنتم لأنها لا تستطيع الحركة بينما العصفير تطير فرحة وأيضا الأطفال يلعبون مع بعض وهي لا تستطيع الحركة نكمل نكمل قراءة هذا المشهد فكر العصفور فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة الشجرة فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة اقرأوا هذا المقطع الذي أشرت عليه الآن أحسنتم الآن العصفور يفكر كيف يسعد الآخرين كيف يسعد هذه الشجرة وأنتم كذلك فكروا كيف سيسعد العصفور هذا الصغير هذا العصفور الطائر الصغير كيف يسعد هذه الشجرة كيف يجعلها سعيدة في يوم العيد ما رأيكم أن نكمل ونتعرف على الفكرة التي تحصل عليها هذا العصفور نقرأ كلمة كلمة أحسنتم نادى نادى العصفور أحسنتم العصفور أقرأ أحسنتم أصدقاء 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 أقرأ وأخذت العصافير كلمة قرأناها أيضا أكثر من مرة وأخذت العصافير أحسنتم تتراقص تتراقص هيا أقرأوا فوق أحسنتم الشجرة أكملوا حتى تحركت أحسنتم تحركت أحسنتم أغصانها حتى تحركت أغصانها الآن سأقرأ سريعا الفكرة التي فكر فيها العصفور ليسعد بها هذه الشجرة الحزينة حزينة نادى نادى العصفور أصدقاءه شاهدوا الصورة عندما نادى العصفور أصدقاءه نكمل وأخذت العصافير تتراقص أي تطير وتنزل ترتفع عاليا تنزل تتراقص فوق الشجرة حتى تحركت أغصانها الآن بدأت الشجرة أيضا تتحرك وتتراقص معهم بمشاركة هؤلاء العصافير الآن اقرأوا أنتم من البداية نادى العصفور اقرأوا قراءة سريعة أحسنتم أكمل وأخذت العصافير أحسنتم إذن هذه هي فكرة فكرة العصفور الصغير نكمل وإياكم بقية هذا المقطع هذا المشهد ونهاية هذا الدرس اقرأوا مرة أخرى هذه الكلمة أحسنتم فرحت الشجرة فرحت الشجرة أقرأوا وقالت وقالت أحسنتم شكرا لك أحسنتم أيها أيها أحسنتم العصفور 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 اللطيف أحسنتم اللطيف الآن نقرأ هذا المقطع الأخير العبارة الأخيرة فرحت الشجرة مرة أخرى فرحت الشجرة أقرأوا الآن فرحت قبل قليل بداية الدرس كانت حزينة الآن صارت شجرة سعيدة ثم ماذا قالت وقالت شكرا لك أيها العصفور اللطيف هيا اقرأوا من البداية هنا فرحة الشجرة اقرأوا أحسنتم مبارك الله فيكم دائما نقول لكم عندما يقدم لنا أحد معروف نقول له شكرا لك هنا الشجرة تقول لهذا العصفور شكرا لك لماذا لأنها أصبحت سعيدة شاركوها في هذا العيد السعيد الفرحة أصبحت سعيدة أحباب الطلاب والطالبات لاحظوا معي هنا نقف قليلا وإياكم عند كلمة العصفور وأيضا اللطيف كلمة العصفور لام قمرية أحسنتم العصفور كلمة اللطيف برأيكم شاهدوا شاهدوا الحرف المشدد هنا لام شمسية اللطيف لام شمسية نعم إنها لام شمسية لماذا شاهدنا الشدة على الحرف الثاني وكذلك نطقنا اللام لام كلمة لطيف سأكتب كلمة لطيف ل لطيف لطيف سنضيف اللام في هذه الكلمة ونقول نكتب اللام ثم نضع الشدة على الحرف الثاني قلت لكم أن اللام الأولى هنا لام شمسية اللام التي نطقناها وإياكم ونحن نقول أن اللام شمسية لا تنطق هنا أيضا اللام شمسية في كلمة اللطيف لم تنطق إنما نطقنا اللام لام كلمة لطيف قلنا هكذا لون آخر قلنا الل نطقنا اللام الثانية لام كلمة لطيف الل اللطيف إذن لم ننطق هذه اللام لم ننطق هذه اللام اللطيف كما في كلمة ليمون ليمون نقول الليمون كما في كلمة أيضا ليل نقول الليل لم ننطق اللام الشمسية إنما نطقنا اللام الأصلية التي وقع التي في هذه الكلمة كما في كلمة لطيف أحسنتم وبرك الله فيكم اقرأوا هذا الدرس كثيرا لأننا في حصة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ تدريبات هذا الدرس ونتأكد من فهمكم لهذا الدرس اقرأوه كثيرا بعد نهاية يومكم الدراسي في نهاية درسنا هذا أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم ومشاركتكم الفاعلة فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر تتخيل نقدر نصنا عالم أفضل عن طريق البرمجة شارك في مسابقة مدرستي تبرمج وحمل ماينكرافت النسخة التعليمية وساعدنا نجمع بين قريتين عن طريق قوة البرمجة راح تخذ تجربة المواطنة والتعاون مع جيرانك وتقبل الاختلافات اللي تجعلنا فريدين من نوعنا وحتى لو كنت جديد على البرمجة أو ماينكرافت تقدر تبدأ بسهولة مع مركبات البرمجة أو النصوص سواء في التطبيق أو حتى المتصفح وتأكد أنه ما في حضور ذلك تقدر تسويه ابدأ رحلة البرمجة مع ماينكرافت اليوم وشارك في مسابقة مدرستي تبرمج الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد من المستحسن على الدوام الإقلاع عن طعاط التبغ إلا أن الإقلاع عن طعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 9-3-7 أو عبر تطبيق موعد عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد-19 أولاً، اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد-19 ثانياً، تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية ثالثاً، الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة رابعاً، جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض خامساً، من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن سبعة لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادساً، في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطيرة لهذه اللقاحات سابعاً، تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان ثامناً، أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك تاسعاً، الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات عاشراً، جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية أخيراً، اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عشب صحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة الحمد لله يرحمك الله، استخدم المنديل أثناء الكحة والعطاس وإذا ما عندك منديل، استخدم المرفق يعني كذا؟ بالضبط ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس أو إذا كنت تخالط شخص مريض أغسل يديك بالما والصابون أربعين ثانية على الأقل ولأي السفسار؟ كلم الصحة تسعة ثلاثة سبعة عشب صحة فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد ناينتين وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات كورونا فيروس ديزيز 2019 كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا وظهرت أغلب الحالات في مدينة وهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات غسل يدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند الكحة ولطاس تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة في فيروس كورونا الجديد ارتفاع في دررة الحرارة كحة ضيق في التنفس وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي ولأي استفسار كلم الصحة 937 نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد عزيزي ولي الأمر حرصا مننا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح فحرص دوما على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه وأخيرا لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني مدرستي في بيتي حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنويا بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهو ما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلا يشبهه تماما هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماما فهو لا يزال مختلفا كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماما للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو ال-URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماما في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادة ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال، لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madracity.sa فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي اشتركوا في القناة هيا هيا يا أصحاب هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق الطلاب هيا هيا يا أصحاب ما مدرستي هيا فلنتعلم هيا نقرأ درساً نسأل نفهم هيا ونلاقي 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 كل الأصحاب هيا درسي غداء أبداً لا أمتيها أحفظ غيباً كلمة سري لا يعلمها أحد غيري أبداً أبداً لا أمتيها بأمان سجلت دخولي لن أنسى تزديل خروجي هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق قلنا هيا هيا يا أصحاب مسابقة مدرسة تبرمج التي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة ترحب فيكم في مغامرة ماينكرافت قصة قريتين رح تساعد قريتين على التعاون باستخدام البرمجة تقدر تبرمج بالمركبات باستخدام ميك كود أو بالنصوص باستخدام لغة البرمجة بايثون يلا نبدأ أول شيء حمل أحدث نسخة من ماينكرافت النسخة التعليمية وعلى منصة العودة للمدارس رح تلقى أدلة تساعدك زي دليل المعلم ودليل الطالب سجل دخولك باستخدام حساب منصة مدرستي اضغط على إلعب ثم استعراض المكتبة ثم الدروس ثم علوم الحاسب ثم ساعة برمجة ثم اختر درس ساعة برمجة 2020 وبعدها اضغط على بناء العالم أما إذا ما عندك حساب منصة مدرستي لا زال تقدر تشارك افتح ماينكرافت النسخة التعليمية اختر حساب تجريبي وافق على الشروط والأحكام اضغط ألعب ثم ابدأ الدرس ثم ساعة برمجة واضغط على بناء العالم عشان تبدأ في هذا العالم الصيادين والمزارعين يتشاركون نفس المنطقة لكن نادرا ما يتوصلوا مهمتك هي جمعهم بعضهم علشان يتعلمون وتعاونون مع بعض الرحلة تبدأ من عند القلعة تعلم كيف تتحرك باستخدام لوحة المفاتيح والفارة أو عن طريق اللمس اضغط مفتاح W عشان تتحرك للأمام لما تقابل شخصيات في اللعبة مثل هذه الشخصية اضغط بالزر اليمين عشان تتفاعل معه اذا احتجت مساعدة في القراءة أو الترجمة اضغط على ايقونة الكتاب واختار القارئ الشامل الانشطة الاولية رح تساعدك في تحديد لغة برمجة عشان تستخدمها اما مركبات ميك كود او نصوص بايثون اذا كنت مبتدأ ننصحك تستخدم المركبات اما اذا كنت مستعد لتحدي اكبر اختر لغة البرمجة بايثون تقدر تقوم بكل الانشطة مرتين بلغة المركبات وبلغة بايثون اول نشاط هو تحريك الوكيل مساعدك في البرمجة حرك الوكيل ايلين يوقف تماما على المربع الذهبي عشان تبدأ البرمجة اضغط على مفتاح سي او ايقونة الوكيل في اعلى الشاشة اذا كنت تستخدم شاشة باللمس اذا كنت تستخدم جهاز ايباد تقدر تشوف دليل الدرس ورح يعلمك كيف تتحرك حرك المركبات لتكوين البرنامج واضغط العب لما تكون جاهز لتشغيل برمجتك خلنا نجرب النشاط باستخدام لغة بايثون اضغط على مفتاح سي ورح يطلع لك محرر النصوص اذا استخدمت بايثون لازم تكتب الاوامر انتبه وانتكتب لانه اذا في اخطاء املائية او اخطاء في تركيب الجملة البرمجية ما رح يشتغل البرنامج اقرأ الامثلة بشكل جيد ولما تكون جاهز شغل البرنامج الوكيل رح يعطيك هدية ازرع الشتلة باستخدام البرمجة ورح تكبر كل ما تقدمت في رحلتك داخل القريتين ارجع وشوف تقدمك بعد كل تحدي تحرك باتجاه الباب عشان تدخل القرية وتبدأ باقي التحديات تأكد من قراءة اللافتات وزيارة الصيادين او المزارعين ما يهم من تزور اول هذه رحلتك انت بعد ما تدخل القرية رح تقابل شخصيات كثير تقدر تتكلم معاها كل قرية فيها شخصيات مختلفة تتكلم عن المواطنة والتعايش ابحث عن الشخصية اللي فوقها علامة استفهام صفرة عشان تعرف تحديات البرمجة عشان تتفاعل مع الشخصية قرب منها واضغط بالزر اليمين اقرأ المهمة واختر اذا تبغى تنفذها الان ولا بعدين بيكون معك جهاز يساعدك تتنقل في الخريطة تعيد التحدي توقف او تحصل على تلميح عشان تستخدم الجهاز اضغط على الرقم واحد في لوحة المفاتيح وبعدها اضغط عليه بالزر اليمين اذا كنت تستخدم الحاسب اما اذا كنت تستخدم جهاز بشاشة لمس اضغط على الشريط مباشرة تعالوا نشوف تحدي حماية مزرعة الشمندر المزارعين يعتقدون ان الثيران الخاصة بالصيادين تسرق الشمندر من مزارعهم ويحتاجونك تبني حاجز عشان يحمي محصولهم اضغط على حرف سي وحرك المركبات عشان يبني الوكيل الحاجز حول المزرعة بالكامل اذا تبغى تعيد التحدي تقدر تعيد النشاط بدون ما تخسر اي شي من اللي برمجته اذا احتجت الى تلميح استخدم الجهاز او تكلم مع الشخصيات رح تتعلم اهمية معرفة كل الحقائق قبل ما تفترض شي عن الناس او المواقف ممكن مو ثيران اللي سرقت المحصول الان تقدر ترجع عند القلعة وتشوف قديش كبرت شجرتك خلونا نعبر الجسر والروح قرية الصيادين رح نستعرض هذا التحدي باستخدام لغة بايثون اذا تبغى تبدل بين اللغتين في الدرس لازم تعيده من البداية في هذا التحدي رح نبرمج الوكيل عشان يحرث الارض ويجهزها رح يحتاجها المزارعين في تعليم الصيادين كيف يزرعون في هذا النشاط تقدر تستخدم التكرار في بايثون اقرأ المثال الموجود في محرر النصوص بشكل جيد خلونا نشوف باقي التحديات الموجودة تقدر تساعد المزارعين انهم يصعدون التلة العالية لزيارة اصدقائهم الجدد هنا رح توضح للمزارعين ان الثيران حيوانات لطيفة حتى لو شكلها مخيف ابني رصيف يساعد الصيادين في تعليم المزارعين كيف يصيدون الاسماك وفي هذا النشاط رح تساهم في اصلاح مصعد الساحر تذكر ان كل تحدي تقدر تحله باكثر من طريقة واذا واجهتك صعوبات تقدر تطلب المساعدة من معلمك او زملائك اذا انتهيت من التحديات الستة لا تنسى تزور شجرتك اكيد صارت كبيرة في الاخير اضغط زر الهروب اسكيب على لوحة المفاتيح عشان تخرج من الدرس ثم اضغط على زر لقد انتهيت للحصول على شهادتك في ساعة برمجة ننصحك بتجربة جميع الانشطة بلغة المركبات وبلغة بايثون ومهم انك تجرب التعاون والتعاطف مع جيرانك وتتعلم التعايش والمواطنة هذه القيم مهمة في الحياة مثل ما هي مهمة في البرمجة كنم برمج وشارك في اول مرحلة من مسابقة مدرستي تبرمج وابدأ ساعة برمجة الان ترجمة نانسي قنقر